قام وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف بزيارة لبلدية ترهونة حيث كان في استقباله عميد بلدية ترهونة محمد الكشر ومدير مراقبة التربية والتعليم ترهونة خالد الكبير وبحضور عدد من المسؤولين بالمجلس البلدي ومراقبة التعليم ومديري المدارس بالبلدية استهدفنا بالزيارة مراقبة التعليم ترهونة وبدأنا بالزيارة للعديد من المدارس وصبقها اجتماع مع سيد عميد البلدية وعضاء المجلس البلدي والأسرة التعليمية استمعنا للعديد من المشاكل التي تواجه العملية التعليمية وايضا استمعنا للعديد من النقاط الإيجابية والسلبية في المراقبة طبعا أحد المشاكل التي كانت هي الركيزة الأساسية وكان محور النقاش هو طبعا اكتظاظ الطلاب وبعض المدارس يحتاج إلى صيانة يحتاج إلى إنشاء أيضا العقود المتعثرة وعدم صرف المرتبات أيضا كان أحد المحور النقاش حيث عقد على هامش هذه الزيارة اجتماعا تناول المشاكل والعرقيل التي تواجه قطاع التعليم بالبلدية لا سيما مشكلة تأخر صرف مرتبات عقود التعليم لسنتي 2014 و2018 ومشكلة ازدحام الفصول وحاجة بعض المدارس للصيانة وكذلك نصيب بلدية ترهونة من مشروع إنشاء 500 مدرسة على مستوى البلاد حيث خصصت منها 23 مدرسة لبلدية ترهونة وقام بعدها وزير التربية والتعليم بجولة على عدد من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية بها وتقييد ملاحظات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لحل المشاكل التي تواجههم أمام الله سبحانه وتعالى أولا ومام الأسرة التعليمية عاعدنا بأن هذا العرق نحن سيد تعالى لن يوجد عارق حتى يأخذ أجره